طيب خليني أبدأ معاك في اتخاذ بعض القرارات الهمة النهاردة الحقيقة سواء من الحكومة بتمديد حظر التجول اليوم 23 إبريل ومده برضو بعد بدل الساعة 7 يبدأ من الساعة الثامنة وبعض الإجراءات الاحترازية اللي ماشية الحقيقة بشكل أو بآخر خلال هذه الفترة في مصر حفاظا على الأرواح المصرية وأيضا بعدها وبناء على هذه القرارات اتحاد المصر لكرة القدم بيتخذ قرارا بتمديد إيقاف النشاط الرياضي حتى نهاية شهر إبريل بصراحة الدولة مقدمة دور مهم جدا جدا في القضاء على فيروس كورونا يمكن احنا شايفين دول كتير الأعداد عندها زايدة احنا طبعا يعني يمكن عدينا الألف ونص مثلا أو بنقترب مثلا من ألفين ولكن عندك كزا مرحلة مرحلة القول اللي هي الألف المرحلة التانية بتبقى عشر تلاف مصاب بعد كده الدول اللي هي بتعدي مئة ألف مصاب فاحنا حاليا يعتبر في المرحلة اللي هي المتوسطة يعني طبعا الدولة أيما بدور محترم جدا سواء لطباء برضو التمريد المستشفيات بصفحة عامة القطاع الطب بكله الصيادلة الجيش الكوات المسلحة والشرطة أيما بدور محترم جدا وشايفين توفير مستشفيات جديدة بيتم افتتاحها يعنيات مركزة بيتم افتتاحها برضو الدولة يعني يحسب لها بصراحة أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة تلك الأزمة إدارة تلك الأزمة الاستعداد لتلك الأزمة فدي حاجة مهمة جدا فبصراحة الدولة مقدمة دور كبير جدا كذلك احنا بنتكلم بقى ككورة بالتأكيد يعني تمديد النشاط التأجيل النشاط الرياضي حتى نهاية شهر إبريل شيء متوقع طبعا لو فيه لو الأمور بإذن الله تحسنت أو يعني إن شاء الله تتحسن بإذن الله ممكن بإذن الله يعني يبقى مثلا 1.6 نصف 6 نبدأ أن احنا حتى نرجع البداية ممكن يعملوا حتى اللعيبة تبدأ ترجع من 15 مثلا رمضان يقدروا يشتغلوا جانب بدني مثلا إسبوعين بعد كده تقدر ترجع بإذن الله يعني لما تتحسن الأحوال بالدور كمان اللي بتقدمه الدولة المصرية إن شاء الله يعني نقدر يعني نضيع فيروس كورونا ده ونقضي عليه ولكن بصراحة في الفترة الأخيرة أنا بشوف إن فيه فيروس كورونا تاني في الإعلام الرياضي اسمه كورونا الأهلي في الإعلام الرياضي تحديدا كل أغلب البرامج بيبقى ما فيش يعني ما فيش طبعا بيبقى أخبار كتير أو كده فلازم يتكلموا على النادي الأهلي ولكن مقبول طبعا أنت تتكلم عن نادي الأهلي وتقول أخباره لأن ده أعظم حاجة وبالمناسبة مقبول أن أنت تنتقد النادي الأهلي طبعا ولكن بدون تجريح ولكن بدون تجريح أنت النهاردة حتى إحنا النهاردة مخصصين الفكرة دي تحديدا عشان بعض البرامج الكورونا المنتشرة في البرامج الرياضية عن النادي الأهلي تحديدا والتقليل من الرموز في نجوم يا كابتن الإسلام اختارت النادي الأهلي فأصبحوا أساطير والجمهور رفعتهم على الأعناق عشان اختارت النادي الأهلي النجوم دي يعني الرمز رمز زي كابتن محمود الخطيب ده بصراحة ما ينفعش يعني ما ينفعش تجرح فيه ما ينفعش تغلط فيه ده يوم اعتزاله الناس كانت بتعيط يوم اعتزاله ما ينفع رمز دايما حتة الرموز دي ما ينفعش أن أنت تقرب منها ممكن عايز تنتقد في حاجة في الإدارة عايز تنتقد براحتك لكن يبقى الإسلوب لازم يكون بدون تجريح يمكن أول يعني نتكلم طبعا على النجوم أول نجم